على وقع تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية وبعد أيام على هجوم إسرائيلي على مخيم جنين نفده الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام جديدة العملية هذه المرة استهدفت مخيم عقبة جبر في أريحة بالضفة وادت إلى إصابة ما لا يقل عن 13 فلسطينيا وتدمير مبنى السكني واعتقال عدد ممن كانوا في داخله هل تشهد الضفة الغربية مزيدا من التوترات؟ وهل تنفجر الأوضاع أكثر؟ هذه لا سئلة وغيرها أطرحه على ضيفي من رماله الكاتب والباحث السياسي خليل جهين ألم بك سيد خليل ما يحدث في الضفة ومؤخرا في القدس هل يؤكد أن سيناريو التصعيد هو الأقرب؟ بالنظر إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل خلال الفترة القادمة وهي عملية لا تحتمل التحليل والتكهن بل هي واضحة من خلال مراجعة عشرات البنود في الاتفاقات الإتلافية التي وقاها الليكود برئاسة ننتنياو مع شركائه في الحكم لا سيما مكونات الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وكذلك بينكفير تشير كلها إلى أننا أمام موجات متلاحقة من التصعيد الإسرائيلي إذ أن هذه البنود في واقع الحال تؤكد على سلسلة من التشريعات التي سيتم سنها خلال الأسبوع القليلة القادمة مقرونة بإجراءات أخرى تتعلق بضم زاحف الأراضي الفلسطينية توسيع الاستيطان وهناك حديث عن 18 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منع البناء الفلسطيني في 60% لمساحة الضفة الغربية إضافة إلى السياسات ذات الطابعة الانتقامية التي تطال اعتقال عائلات بأكملها لمنفذية عمليات وكذلك عمليات هدم منازل وغير ذلك من إجراءات إضافة إلى محاولة شرعنات البؤر الاستيطانية وكذلك إدفاء الطابع الرسمي على العنف الذي يمارسه المستوطني من قلال تشكيل ما يسمى الحرس الوطني وهي ميليشيا ستكون تحت إمرة الوزير المضطرف بنيفير كل ذلك إذا نظرنا إلى البنود الإتلافية والجدول الزمني لتنفيذ هذه البنود يعني أننا سننتقل من موجة تصعيد إلى موجة تصعيد أكثر عنفا ربما للوصول إلى لحظة انفجار شاملة يعني بعد زيارة بلينكل الأخيرة وجهوده وجولاته هل انتهت كل فرص نزعفة الأزمة برعاية الثقل الأمريكي وإن كانت هناك فرص لتهدئة من أين يمكن أن تكون نحن أمام صراع ممتد منذ عقود يثبت التجربة هذه بأن اعتماد المقاربة الأمنية لحل أزمة سياسية مستعصية تفشل مرة تلواء الأخرى المقاربة الأمنية الآن التي تندرج في إطار إدارة الصراع التي تتبنىها الولايات المتحدة وربما أطراف دولية أخرى لن تؤدي إلى إعادة إنتاج ذات الأزمة وذات الصراع وبصورة أكثر كارثية لذلك المطلوبة عملية تغيير هذه المقاربة التركيز على ضبط الأوضاع وضبط النفس وإعادة الهدوء وغير ذلك لا أعتقد أنها ممكنة إلا في حالة واحدة إذا ما تم اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل من أجل وقف الإجراءات التي تعتزم القيام بها وتوسيعها والاستبزازات التي يقوم بها الوزراء المتطرفون من أمثال اسموتريش وبينكبير بدون ذلك فإن إقناع الجانب الفلسطيني بالضغط عليه من أجل العودة إلى التنسيق الأمني ستكون بمثابة انتحار سياسي للسلطة الفلسطينية ودفعها إلى مواجهة مع المجموعات المسلحة التي جاءت عملية أريحة فجر هذا اليوم لتثبت أنها تمتد أكثر فأكثر في المناطق الفلسطينية تدفع السلطة باتجاه صدام مع مجموعات تتمتع في الواقع باحتضان شعبي هذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من أضعاف السلطة الفلسطينية المطلوب أفق سياسي والأفق السياسي هو ما يطالب به الفلسطينيون في لقاتهم مع كل الوفود الأمريكية التي سبقت زيارة بلينكين والتي بقيت أيضا ما بعد زيارة بلينكين هناك وفد أمريكي يازال يواصل اتصالاته مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مقرونة مع جهود تبدلها بشكل خاص مصر والأردن وكل ذلك بتقديري لن يؤدي إلى نتيجة إلا إلى وقفة الإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر وصفة لتصعيد شامل علينا أن نأخذ هنا بعين الاتبار أيضا أننا نقترب أكثر فأكثر من الأسبوع الأخير من شهر آذار الذي سيكون بداية شهر رمضان المبارك وفيه سوف نرى كيف سوف تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين سيندفعون باتجاه المسجد الأخصى للصلاة كما تتزامن أيضا هذه البرحلة وخاصة منتصف شهر رمضان مع بدء الأعياد اليهودية التي توظف عادة لمزيد من الابتحامات للمسجد الأخصى المبارك لكن ماذا يتوقع مع هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل هكذا وصفت الأمر وسائل علام عبرية وعربية وحتى دولية حكومة نتنياهو الحالية في رأيك هذه الحكومة التي وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية إلى أن تدفع بالمشهد بينما نحن نتحدث الآن هناك مظاهرات في أكثر من مكان وخاصة في منطقة الأبيب من المعارضة الإسرائيلية التي تشكل عامل ضغط أيضا على نتنياهو لذلك نشهد محاولات من نتنياهو للهروب إلى الأمام ربما بتصعيد في الضفة الغربية ربما أيضا بتوتير الأوضاع أيضا في مدينة القدس مع اقتراب شهر رمضان ربما بمغامرة جديدة في قطاع غزة وربما تنفجر الأوضاع من داخل السجون حيث نشهد مزيد من التضييقات على الأسرى والأسيرات الفلسطينيات وخاصة من قبل بنكفير إضافة إلى ما شاهدناه من ضربات إلى منشآت عسكرية إيرانية تردد أنها نفذت بمسيارات إسرائيلية وقصف لقوافر على الحدود السورية الإيرانية كل ذلك جعل بلينكين يصل إلى المنطقة على وقع ضجيج مثل هذه الضربات وبالمناسبة نجح نتنياهو إلى حد بعيد بفرض أجندته على اللقاء مع بلينكين حيث جعل الاهتمام بموضوع الملف الإيراني يوازي اهتمام الولايات المتحدة بملفات أخرى ذات أولوية لإدارة بايدن مثل ملف العلاقة الإسرائيلية الصينية ملف الموقف الإسرائيلي من أزمة أوكرانيا إذن نتنياهو يحاول أن يناور لكن التقديرات بما في ذلك من محللين إسرائيليين تشير إلى أن قدرة نتنياهو على المناورة أو ضبط إيقاع شركائه في الحكم ووقف استفزازاتهم للفلسطينيين ستكون محدودة جدا لماذا؟ لأن نتنياهو ملزم بتنفيذ الاتفاقات الإتلافية وخاصة أنها ربطت بالموازنة الإسرائيلية التي يجب أن تقر خلال الأشهر القليلة المقبلة وبدون إقرار تنفيذ البنود الإتلافية لن تكون هناك موازنة وبدون موازنة لن تكون هناك حكومة طيب في ظل احتمالات التصعيد التي تبدو هي الأقرب مع هذه الحكومة اليمينية يعني ما ملامح الرد الفلسطيني ما الاحتمالات المتوقعة من الجانب الفلسطيني في ظل هذا التصعيد الذي يبدو أنه يندفع إلى المزيد القيادة الفلسطينية تعاملت مع الجهود الأمريكية والعربية والدولية وفق مسارين المسار الأول هو تهدئة الأوضاع من خلال وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية وخاصة اقتحامات مدن التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية الاعتقالات عمليات القتل للفلسطينيين هدم المنازل وغير ذلك من مطالب قدمها الفلسطينيون إلى الجانب الأمريكي المسار الآخر الذي يعتبر أكثر أهمية هو أن كل ما ذكرنا يعتبر توطئ من أجل إعادة إطلاق أفق سياسي على أساس التوصل إلى حل وفق ما يسمى مبدأ حل الدولتين حتى ولو كان بعيد المنال في المرحلة يعني الراهنة إضافة طبيعة الحال إلى ملفات أخرى تعني الفلسطينيين وتتعلق بعلاقتهم بالولايات المتحدة من نوع تنفيذ الوعود الأمريكية بافتتاح مكتب منظمات التحرير المغلق في واشنطن إعادة افتتاح مقر القنصلية الأمريكية في شرقي القدس ولكن الخطة الأمريكية التي قدمت حتى الآن هي خطة أمنية بحتة وهي تطالب الفلسطينيين بإجراءات لضبط الأوضاع وخاصة في شمال الضفة الغربية وبالتحديد في جينين ونابلس دون أن تتضمن مطالب تتعلق بإسرائيل من حيث وقف الإجتياحات السماح للسلطة الفلسطينية بقيام بدور ما إذن نحن أمام ما ننظر إليه الآن يبدو كأنه قمة جبل الجليد ما قفية لا يزال هو الأكثر خطورة ومع استمرار هذه الإجراءات على أرض الواقع أعتقد أن هذه المقاربة الأمنية لن تحقق نجاحا ربما تشكل مسكنات ربما تهدئ الأوضاع هنا أو هناك لكن نحن أمام مصار تصعيدي سيقابل من الفلسطينيين بمزيد من ردود الأفعال وخاصة أن هناك عمليات تشكل مل إلهاما لجيل الشباب وخاصة استخدام السلاح في ظل اتساع فجوة عدم اتقام ما بين الجمهور الفلسطينيين وخاصة الشباب وما بين السلطة الفلسطينية مع ضعف متواصل أنت وصفت الأمر بأن ما شاهدناه الآن في الضفة والقدس يمثل قمة الجبل فقط في أقل من دقيقة ماذا بعد ذلك أو ما الذي يعني بعد قمة الجبل هذه ما الذي يمكن أن يشهده المشهد بين الإسرائيليين والفلسطينيين باختصار خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي لن تزيد على الأرجح عن خمسة أسابيع سوف يتم إقرار مجموعة من التشريعات والإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية في الكنيسة ومن خارج الكنيسة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من التصعيد إضعاف السلطة وفي المقابل تنامي الردود الفلسطينية المسلحة والشعبية وربما وصول إلى لحظة تتعلق باعتداءات على المقدسات وتدخل غزة إلى دائرة المواجهة خليل شهين الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من رحم الله شكرا جزيلا لك سيد خليل